السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكل مامي نفسها تبقى سوبر مامي نصيحة ركب واحد خد بالك ان ضغط المذاكرة بيولي الطفل عنيد جدا طيب اعمل ايه؟ اعمل ايه عشان ابني ما يكونش عنيد واعمل ايه عشان ما عملش لود او ضغط في المذاكرة اول حاجة تعمليها ان انت تتجنب المقارنة خالص شوف صاحبك عمل ايه؟ شوف صاحبك افضل منك؟ شوف مش عارف مين احسن منك؟ خالص لكل طفل قدراته وعلمي ان لو ربنا كاتب لابنك مستقبل باهر او كلية معينة هتحصل وهيوصلها مهما حصل مهما انت عملت ايه؟ حتى لو انت مش قادر ان انت تذكريله وربنا كاتب له الكلية العالية دي هيوصلها بامر الله وباذن الله يبقى اول حاجة هتعمليها ان انت تتجنب المقارنة نهائيا تاني حاجة اتعلمي ان انت تستودعي طفلك عند ربنا ربنا سبحانه سبحانه لا يضيع الامانات فاستودعي طفلك عنده علمي طفلك ان اي معلومة يحفظها او يذكرها يستودعها عند ربنا ويدعيله كتير قوي ان ربنا يعلمه ويرزق الفهم وحسن الحفظ واخد بالك ان اهم حاجة تعمليها ان انت تعلمي ابنك ان هو ما يضغطش على نفسه وان هو يعمل قدر استطاعته وان شاء الله ربنا يعرف ان هو تعب وعمل اللي عليه وعمل مجهوده فربنا هيدي جزاء على قد تعبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حسنا